بورام جديد على الدخل الإجمالي. بحيث بعدما كانت المتقاعدين معفيون من الدخل الإجمالي. هم فئة المتقاعدين لديهم دخل يسوي أو أقل من 20 ألف دينار. تم رفع هذه النسبة إلى دخل 30 ألف دينار. وبعدما كانت فئة المتقاعدين يستفادوا من 20 ألف إلى 30 ألف دينار. يستفادوا من تخفيض على الد認為. فهذه الفئة كذلك ترفعت إلى مصلحة المتقاعدين التي عندهم الدخل تلكهم يساوي 30 ألف دينار وإلى غاية 42 ألف دينار و42 ألف وخمسمائة دينار فهذا كان من أول إجراءات أو أول تلسيد لالتزامات السيدة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين. وبطبيعة الحال كانت تلتها مجموعة من الإجراء هذه السنة. هي فعلا زيادات استثنائية ومثل هذا القرار فبطبيعة الحال يعكس حرص السلطات العليا في الوطن على رصاء السيدة الرئيس الجمهورية على تحسين من القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة. باعتبار أن الزيادات في المعاشات قبلتها كذلك رفع أو زيادة في الأجور لحقت لنسبة 47% فهذه الزيادات سوف يستفيد منها ما يقارب تلت ملايين وخمسمائة ألف متقاعد. الغلاف المالي المخصص للزيادة بالنسبة للسنة 2024 يفوق 170 مليار دينار. هو فعلا مبلغ مهم جدا. مهم جدا باعتبار أن لو احتسبنا كل الزيادة السابقة هي سابقة بالنسبة لنا. لو احتسبنا كل الزيادات السابقة من سنة 2020 إلى غاية 2023. المبلغ الإجمالي تاعها هو 180 مليار دينار. أما هذا السنة فحنا خصصنا ما يفوق من 170 مليار دينار. وللأمانة فبطبيعة الحال للأمانة وربما هنا على البلاطو مباشرة تحبينا سكوب. سنعطينا سكوب. نعم تفضل. المبلغ الأولي الذي كنت حتى كان مسؤول في صندوق الوطني للتقاعد الذي كان حصره الصندوق الوطني للتقاعد. كان حوالي 55 مليار دينار. بالنسبة للدراسات الأولية التي عملناها. والتوقعات التي كنا نعملها. فبطبيعة الحال. لو قرنها بالنسبة لها اليوم. يعني. بطبيعة الحال. يعني عملنا دراسات وعملنا نسب معينة. دراسات مختلفة بالنسبة معينة للزيادات. على هذا الأساس قلنا أنه غلاف ما لتاع 55 مليار دينار سيكون كافي لاستفادة كل المتقاعدين من زيادات معتبرة. ولا لحظة ما كنا نتوقعه نوصل إلى نسبة 15 بالمئة من الزيادات. وهي السابقة بالنسبة للمنظومة الوطنية للتقاعد. لو نتكلم على زيادات مثلا في سنة 2016. الغلاف المالي تاع الزيادات كان 17 مليار دينار. سنة 2017 الغلاف المالي انتقل إلى 18 مليار دينار. فمنذ 2020. ترى العناية التي كفلتها سلطات العليا للبلاد بالنسبة لفئة المتقاعدين. في 2020 انتقلنا إلى غلاف مالي تاع 44.5 مليار دينار. وكان يرتفع بنسبة تدريجية. في 2021 خصصنا 43 مليار دينار. في 2022 47 مليار دينار. والسنة الماضية خصصنا 51 مليار دينار. إذن تصوري الجهد الذي سنبدله حتى ننتقل من مبلغ 51 مليار إلى أكثر من 170 مليار دينار. حديث حول زيادات في معاشات المتقاعدين التي تتراوح ما بين كما ذكرتم عشرة إلى 15 بالمائة. فعلا قلت أنه كان فيه غلاف مالي استثنائي يقدر بأكثر من 170 مليار دينار. فبطبيعة الحال أنظن أنه قيمة الغلاف المالي المخصص يضل من جهة على اهتمام السلطات العليا برفع المستوى المعيشي للمواطن. وطن بهذه الشريحة أيضا. بطبيعة الحال لسي مشاريح المتقاعدين. ويدل من جهات أخرى على تحصن المؤشرات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. قبل سنوات كنا نتكلم على عجز مالي. كنا نتكلم على عجز هيكالي. ولكن في حقيقة الأمر فيه تحصن كبير في المؤشرات المالية. بفضل السياسات الراشدة المنتهجة في تسيير هيئات والصندوق الضمان الاجتماعي بصفة عامة. وبفضل المجهودات التي بدلتها السلطات العليا. في مجال إعادة بعث النمو الاقتصادي. في مجال سياسة التشغيل. فبطبيعة الحال لما نتكلم على تحصن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد. فننتكلم على تحصن المداخل. من إن جاءت هذه المداخل. فالنقطة الأولى في الوقت الذي كنا نظن ونحن كنا على خطأ أنه كان فيه عجز هيكالي. كان في الحقيقة هو صعوبات مالية ضرفية التي عرفناها. وكانت هنا نظرة تاقبة للسيد معالي وزير العام للتشغيل وضامة الاجتماعي. الذي كان قبل هذا الحين. قبل ما يكون وزير كان مدير عام للصندوق كناس. فبطبيعة الحال لما كان في كل مرة يتكلم على صعوبات ضرفية. وحقق صراحة أوضاع لابارتريو. أوضاع أهداف لشخصيا ما كنت نظن أننا سنحققها. ولكن مباشرة بعد ما وضعنا خطط طارق في نهج العمالي. تحقق تلك الأهداف وتصوري أنه نسبة التحصيل خلال السنة واحدة ارتفعت بأكثر من 12%. أي ما يفوق مئة مليار دينار. لكانت نسبة تحصيل الهيئات الضمان الاجتماعي. إلى جانب هذا. فبطبيعة الحال بشاهدة صندوق النقد الدولي الجزائر تعرف أنه مو اقتصادي فوق نسبة ربعة بالمئة. كانت فيه مجهودات جبارة من طرف سلطات العليا. في مجال إدماج الموظفين. بحيث استفد السوق العامل من إدماج أكثر من خمسمائة آلف موظف. فبطبيعة الحال هذه كذلك هي عبارة عن اشتراكات إضافية. ونسبة تها 18.25% لتروح الصندوق الوطني للتقاعد. من أجل تغطية معاش التقاعدات. إذن بصفة عامة. لو نكمل نصير في هذه المنوال خلال تلت أربع سنوات المقبلة. سنوات قادمة. الصندوق الوطني للتقاعد نقول راه في تحصن مستمر. ومن جهة تانية فيه عملية ترشيد التسيير. لسيما عن طريق العصرانة. جيد. فهذا ما يقلص من نفقات التسيير. وبالتالي النفقات التي كانت تروح للتسيير. نعود نصبها في مجال الأداءات. وتحسين الخدمات المقدمة لفئة المتقاعدين. المتقاعدين. إذن نرجع إلى عملية سب الزيادات في معاشات المتقاعدين. هذا سيكون خلال شهر أجوان القادم. بأثر رجعي على شهر ماي أيضا. بإذن الله. نحن الشيء الذي لدينا اليوم هو أن الزيادات ستكون بنسبة 10 إلى 15%. فبطبيعة الحال العملية تحضير لصب هذه الزيادات سنتلقت على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد. مدام نحن مربوطين كنا نتمنى صب هذه الزيادة في شهر ماي. ولكن مدام مربوطين بين كالندري. صب المعاشات يبدأ له كنس ماي. فبطبيعة الحال قلنا سنتدفعها خلال شهر جوان زيادات جديدة. بينما يكون فيه دفع مؤخرات شهر ماي. خلال مباشرة بعد الانتهاء من العملية هذه. وبالتالي ستكون كافة المتقاعدين لقارب العدد حوالي ثلاث ملايين وخمسمائة مستفيد من هذه الزيادة. سيستفيدوا من المبلغ الجديد خلال شهر جوان إن شاء الله. مع دفع مؤخر شهر ماي بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لكم أيضا السيد حفيظة درار. أذكر مدير التقاعد بصندوق الوطني للتقاعد عن كل هذه الاستفادة. شكرا جزيلا لكم. بدوري أشكركم على استضافتي في هذه الحصة. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.